بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وبركاته وطالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا الله بصف الثالث الثانوية ورحمة السبس العزية تشرح تفسير قواعد اللغة الانجزية إن شاء الله شاء الله مستمع الميات كتاب جيم حمشان البعو عشرين الوحدة الأولى إن شاء الله نرده نشتغل على جزء من التدريبات بيسميه كتاب جيم السنة دي سكيلز تدريبات على المهارات طبعا قبل القطع اللي قدامنا ديه هو كنجيب لك مجموعة من النصائح إزاي تكتب برسويسف اسعي مقالة اقناعي في الجزء ده إن شاء الله اللي احنا هنسجله مع قدوات إن شاء الله هنديك تدريبات لها علاقة بإزاي تحل قطعة فهم إزاي تحل مجموعة من الأسئلة على كتابة المقالات والمواضيع الانشائية وكمان هنديك مجموعة من الجمل للترجمة صبرت الله هنبدأ تدريبات لها موجودة لصفحة خمسين البداية بتاعتها وهنبدأ بالقطع اللي قدامها قطع غاملة جدا الأولاد في الفصل بيقولوا إنها قادمة الميز بتاعتهم السيدة فريدة أبلاء محبة جدا لأبناءها الطلاب وبتبزو قصارى جهدها في إنها تديهم معلومة وكمان بيتكرس وقتها كل العمل وخدمة أبناءها الطلاب وبيحبوها جدا متازمة جدا في عمل بس للأسف السيدة فريدة مضطرة إنها تسيب المدرسة اللي هي فيها وترجع البلد بتاعتها لأن والدها يعاني من مرض شديد جدا والأم كبيرة في السن ما ينفعش تكون موجودة مع الوحدة الأولاد جابل لها هدية والهدية دي عبارة عن صورة كانت بتجمع بينها هي والأطفال وما بين هؤلاء الأولاد في الفصل ببناتهم طبعا تحديدا ماشي لما كانوا في منطقة سيوة أو في واحد سيوة إلا أولاد طبعا في الفصل يابين الصورة دي كهدية تذكر السيدة فريدة بهم لما كانوا مع بعض في هذه الرحلة الرحلة مثلنا إلى منطقة سيوة سيدة فريدة بتوعية الأبناء دولة إن هي هتتواصل معهم عن طريق الإيميل وبتنصحهم بأنهم يبذلوا قصارى جهدهم في المذاكرة وبرضو ما يحرمنوش نفسهم من اللحن بيحبوا الأبناء السيدة فريدة مثلنا وعادتهم إنها تحط الصورة للدهالها في فريم في إطار يعني تفضل حطها قدامها عشان تتذكرهم بيها طول الوحدة طيب هما يا سيدة طبعا زي ما قلنا من الطلبة بتوعها متسمحة متفانية في عملها تشوف يا سيدة جاء القطعة يقول لك أوليما فيها The best of the passage is of the name طول مقاري دي شباب 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 هي The good relation between Miss Farida and her class اللقاء جيدة جدا ما بين السيدة فريدة ويطلاوها في الفصل Miss Farida ووز السيدة فريدة كانت ايه كانت المعلمة بتاعتي بتاعتي الفصل السيدة فريدة كانت تحتم عليها إنها تغادر مدرسة للمدرسة لأنه زي ما قلنا والدها مريض جدا ولازم ترجع البلد والأم طبعا كبيرة في السن ما تقدرش تكون موجودة مع الأب المريض لوحدة طبعا لازم ترجع لبلده نتحرك مع شاشة عشان نخلي السؤال أربعة هو عنوان نحن نحسي على القطعة Miss Farida planned to keep in touch with the soonest by كان بتخطط إنها تظل على تواصل مع طلبتها عن طريق إيميل لذي ما قلنا exchange in emails The pronoun it الضمير it في القطعة اللي عندنا كان بيعود على الهدية اللي كان وجابينها البنات للسيدة فريدة The gift for Miss Farida اللي كانوا فيها مع بعض في رحلة واحد سيوم The synonym of the word devotes كلمة devotes معناها يكرس يعني يكرس يعني كل وقته مدي لشيء معين Dedicates يعني الكلمة اللي بتدي نفس المعنى السؤال السابع The sense will remember Miss Farida because of ليه الطلبة في الفاصلة هيتذكروا السيدة فريدة ليه لأن كان عندها God qualities عندها صفات وسماء جيدة الثمانية Miss Farida encouraged her sense to السيدة فريدة شجعت الطلبة بتوها هعملوا حقتين study hard and do their best يبزلوا قصاري جاهدين في المذاكرة تمام وكمان play hard and give their best يعني برضو ما يقدموش نفسهم من اللعب إبه كده هيعملوا الحقتين بناخد قطير الأخير بقولك اني both a and b إجابات صح طيب النوع الثاني من التدريبات على برضو موضوع المهارات هي حاجة لها علاقة بالpunctution marks والكتابة والكلام ده عايز الجملة في الأربع جمل اللي قدام دي اللي بتاعها دقيق يعني حرف الكابتل فيها في مكانها الطبيعي تعال نشوف الجملة الأولى a when w في بداية الجملة لازم يكون أول حرفة في أول كلمة في الجملة حرف كابتل تمام عندما يفكروا في العاصمة باريسة تمام جميل جدا باريس دية اسم مدينة أول حرفية لازم يكون كابتل ماشي هنا هو بقى جاية جملة لها علاقة بالجملة راح جاب لك كومة a ifl tower اسم معلم موجود في مدينة باريس لازم يكون الأحرفة لنا منه بالحرف الكابتل الجملة خلصت حط لله في الجملة اللي لها علاقة بالكابتاليزيشن دقيق كابتاليزيشن تحديدا بس احنا طبعا علقنا معها على الكومة وعى الفلسطوب طيب ده اسم مبنى في اه في امريكا اللي هو المبنى بتاع مجلس الشيوخ ده ودوم هنا طيب كان مفروض ان حرف الاس ده يكون في كابتاليزيشن يعني هنا ال t ما فيش مشكلة فيها ال a ما فيش مشكلة فيها ال s هنا مش معمولة بعد نقطة دي جاد زيادة احنا مش عايزها تمام طيب نيويورك وده لازم ال s بتاعته تكون تمام كده ولازم تكون اللي برضو برضو معمولة بحرف كابتال اللي ده متحقق بل كابتاليزيشن هنا مش كامل اه ال t ماشي ال g ماشي بس كان لازم تبقى تبقى كابتال ماشي موجود الكلام ده هو اللي هو اسم موجود في سان فرانسيسكو ال s تمام ال f تمام بس المشكلة في جاد كده مين اللي كان الكابتاليزيشن تحت دقيق الجملة في الحرف ايه نحط على خط نقول هي دي اجابة الجملة في واحد بقى هنا بقى مش بيسالك على الكابتاليزيشن بس بحرف كابتال انا عايز ايه عايز كل مضحق في الجملة اللي قدامنا مين في دول طيب مستر ايمان الجملة عنه السيد ايمان اللي كان قاعد في الدسك ده اه دانا ابتسمة يعني ابتسمة طيب نقولها ازاي نقولها ازاي الجملة هنا بقى هنا مش هعمل زي اللي فوق اجيب لك هنقول لك الجملة الصح الاول عشان نعرف يا ليه قلنا عنها صح الجملة في الحرف سي ليه انا بتكلم عن السيد ايمان ايز اعرفولك مين السيد ايمان واجيب لك جملة اعتراضية تعبر عنه فارق عامل لك كومة واجيب لك جملة اعتراضية واجيب كومة تقفلها جملة اعتراضية وارجع اكمل تمام طيب السيد ايمان اللي هو مين اللي هو قاعد فل في الدسك تمام ادانا ابتسمة عريضة تتعمل ازاي مستر ايمان اول حرف فيه السيد فلان تبقى كابتل اسامي الاشخاص تبدأ بحرف كابتل امالنا الكومة عشان نجيب للجملة الاعتراضية اللي هي الجملة اللي فيها معلومة اضافية وممكن نحسفها هو وو سيدن بيهان ده ديسك اللي كان قاعد فيه وراء الدسك طيب انا لسه عايز اكمل ايه الكلام بتاعي في الجملة اللي هي ممكن احزف الجملة في الوسط ما بين الكومة الاولى هو لقد ديسك ممكن اشيلها وكمل بديل وحدها ايما نجيب مية بيك سباير هل ممكن نجيب بديل وحدها لك نحطيه دي زي ما قلنا هون اعتراضية ماشي الجملة الاعتراضية بعد الكومة ما هي بكمل جي سمول ما فيش مشكلة فيها لحد ما خلصت جملةك لحطت لها فلوسطوب هنا لبقشوش الماكس المتمثلة فيه الام الكابتل بداية الكلام الايه الكابتل اسم شخص الكومة اللي بتبقى حبسة جواها الكومة نقول الكومة التانية حبسة جواها جملة اعتراضية دقيقة الجملة انتهت بفلوسطوب بعلمات تقيم هنا متحقق ببليه ما نفعوش البقين دص كده الام هنا هو تمام بس ما حطش الكومة اللي بتفصل مستر ايمن عن الجملة الاعتراضية هو حط الجملة اللي بتقفل لكن ما حطش اللي في الاولى حطش الاول نين حط البرسطوب لكنه اقفل ايه الكومة الاولى هنا هو بقى الام تمام كابتلزيشن الايه تمام برضو عمل نفس الحكاية ما جابش الكومة الاولى طيب استنى شوية ده حط لك هنا سميكالن ما حطش كومة طبعا ان هنا تاني مشكلة طيب الجملة في الحرف دي الام موجودة تمام والا موجودة وحط الكومة اللي قبله لكنه اغفل الكومة اللي بعد ديسك ما جابهاش تمام يا ايه غلط كده مين فيهم الوحيدة اللي كانت دقيقة والعلمات بتاعتها سليمة الحرف سي فضت عليها ونقول هي دي عم الاجابة اللي فيها كلها مضحقة طيب نوح لي السؤال ثلاثة السؤال ثلاثة مش بتكلم عن الحرف دي يا شباب هي الجملة الجاذبة الجملة اللي بتشد القارئ للمقالة بتاعتك اخر جملة لاست في الاختيار لأولاد اللي بعدها اول جملة للفقرة التقديمية معناها يجذب يشد يعني تمام اول جملة في الخاتمة لا هي مش اول جملة في الخاتمة الهوك دي يا شباب اللي احنا قلنا عليها الجملة الجاذبة هي اول جملة انت بتكتبها او جملة تشد الانتباه للقارئ علشان يشوف المقالة بتاعتك ويتم بيقرأتك يبقى الجملة الحرف سي هي الاجابة الدقيقة لسؤال رقم ثلاثة فنروح لي اربعة لسه اربعة لعلاقة بمهارات الكتابة وما الى ذلك والحاجات طيب انت عامل تحية في عيد ميلاد يعني ايميل اذا انت بتبعث ايميل او بتبعث لتر بس خلاص راح اتعامل لترز دي لو اعتباها ايميل توقلي كلي معناها زميل زميل عمل زميل دراس المهم ان هو زميل ده كده اي نوع الكلام ده انا بعد تحية عيد ميلاد يبقى يدي ايميل 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 رسمي لا طبعا ايميل ايميل غير رسمي يعني صديقه ماشي باريغراف اي سي مقالة تمثل سيرة ذاتية سيرة ذاتية ناراتف اي سي مقالة فيها رواية حكاية اعمل تحكي لا ايميل غير رسم كله يتفق على ان التلفاز غير طريقة التسليل اللي احنا ايه بنحصل عليه طيب الجملة دي بنقول عليها ممكن تكون ايه لسي تكون ايه من اسي تكون مقدمة ولا تكون بضي الجسم بتاع الموضوع ولا تكون تحية انت كده بتمهد لكلام اللي جاي ايه بانت بتدي حاجة اسمها تمام وتنطلق منها لبعد كده تفاصيلات ست بقول لك فيها اللي هو بيقول عليه مقالة تفسيرية يعني انت بتفسر حاجة من خلال المقالة دي ازا كانت نوع من النوع المقالات اللي فيها ايه بيعطي واضح مركز تفسير لموضوع شرح واضح ومركز لموضوع معين ماشا تمام هي دي بتدي دليل ممتد او برهان مطول تمام للقائم على مجدل نقاش او مجدلة معينة لا دي انت مش بتدي مقالة تفسيرية بتحكي قصة عن خبرة تفسيرية شخصية لا ده كده نارت بتدي وصف لعلاقة بالسنسوري لا حاجة لها علاقة بالحواس لا ده وصف ده لا ما ينفعش مين فيهم بقى كده الدقيقة الإجابة المقالة التفسيرية التي تعطي شرح وتفسير واضح ومركز على موضوع محمد نوح لي الجزء الثالث من التدريبات وهو الترجمة وقابلنا جمل بلغة ميزية جمل بلغة العربية هنبدأ بالإنجلش الأول الجملة المزولين في الحرف سي بحط عليها خط ومنقشها مع بعض ونشوف احنا لي خدنا دية وما خدناش باقي الاختيار بتقول الجملة ال어요 وهما كانت تحقيق شخص هشبك ما كانت تحقيق الشخص الآن بالطبع ونش كصورة طبع ونش نحضر بالطبع كَمَل التي تحمل أعمال الأصلية كلمة original معنىها أصلي works يعني أعمال الأصلية المؤلفة اللي هي authorship اللي لها علاقة من كلمة author يعني مؤلف طيب ومداها الزمني هو عمر المؤلف بلص مضافا إليه بالإضافة إلى 70 عام بعد وفاة بل جملة كده دقيقة طيب قارن با فقوقة طبعا النشر هي نوع من الممتلكات كلمة ممتلكات هنا ترجمة حرفية لكلمة property كلمة property هنا ترجمة حرفية كده أنت قلتها منتلكات الممتلكات العقلية هنا طبعا أنت ترجمت كلمة intellectual ترجمة حرفية intellectual سهيب لكنه هو حسب الجملة يبسط بها الفكر وليس العقل بمعنى يعني إيه الحرفي زميبه طبعا في غلطة تانية اللي هي كلمة عرضها الزمن هي مش عرضها هو مدى تمام أنت كلمة links طبعا تخذتها هي بترجمة حرفية برضو هي كده طبعا كزا مشكلة فيها هي واحدة من دولك فاية حقوق الطبع والنشر هي نوع من الممتلكات برضو جاب نفس الغلطة جاب برضو كلمة عقلية ترجمة حرفية تاني لا تحمل أعمال أصلية المؤلفة وعملها الزمني هنا برضو ترجمت ترجمة حرفية انت في كلمة طول اللي هي المدى خلاص يعني الكفاية لغلطتين دولك طب حقوق الطبع والنشر هي نوع من الممتلكات التي تحمل أعمال أصلية ماشية المؤلفة ومدها الزمني هو عمر المؤلف أو قبل المشكلة في حتة لهم أو قبل سبعين عاماً بعد وفاته لا مش قبل سبعين عام لأنها يموضف إليها السبعين عام بعد الوفاة اتحرك مع الجملة التانية بيقول فيها بايز is defined as any tendency which prevents balanced consideration of a side is usually caused by a writer or reporter's wish to impose his personal attitude on others طيب لقام المناسبة لنا في الحرف إيه نخططها وننقشها مع بعض يقول لك فيها بايز is defined as any tendency which prevents balanced consideration of a subject الجملة إنك إنت تكسرها في حتة معينة مش هينفع يعرف is defined بناء المجهول يبقى التحيز يعرف العربي يقول لك إيه؟ يعرف التحيز يقدم مؤخر في الجملة زي ما هو عايز لأنه العربي ينفع يبدأ بجملة يبدأ الجملة بتاعته بفعل لكن أنا في الإنجليش لا يعرف التحيز بأنه أي اتجاه كلمة tendency معناها اتجاه أو من ناحية حاجة معينة أي اتجاه يمنع النظر المتوازن اللي هي balanced consideration تمام كده للموضوع تمام ها نكمل it is usually caused by a writer or reporter's wish وعادة ما يكون سببه رغبة الكاتب أو المراسل to impose انو يفرض ماشي في فرض موقفه his personal attitude on others موقفه الشخص على آخر تمام؟ طيب يعرف التحيز بأنه أي توجيه لا مش توجيه ده اتجاه كلمة tendency معناها نزعه أو ميل ناحية حاجة مش يعرف التحيز بأنه أي اتجاه يمنع النظر الموزون ايه الموزون دي؟ حاجة توزنت وحاجة ما توزنتش لها بقى لانتسيت معنها متوازن مش موزونه حاجة وزنتها ولا حاجة ما وزنتهش؟ لا غلط طبعا طيب نروح اللي بعدها يعرف التحيز بأنه أي اتجاه يمنع النظر الموزون برضو طيب تعال نشوف له غلطة تانية للموضوع تمام معادة ما يكون سبب ورغبة كده في عرض تمام كده؟ لا مش عرض هو فرض هو عايز يفرض الموقف مش عايز يعرضه الموزونة بمعاناها يفرض مش معناها يعرضه نتحرك مع الشاشة نروح لي الجملة رقم ثلاثة برضو باللغة اللي نجزب واللي فيها طيب تجاملهم ناس بالينا الحرف بي نحط عليها خط ونشوف احنا ليه قلنا الجملة دي هي الضقيقة والجملة التانية غير ضقيق طيب خلينا الحد الحد دي يتم تقديم فين كلمة تتم تقديم نيه؟ هي يتم تقديم اللي بدأ بها اللغة العربية زي ما قلنا يبدأ جملته بالفعل لكن انا عندي في الانجليش لا ابدأها بالفعل او يتم تقديم بعض التقديم المهني تشوف بقى يتم تقديم قديم المهني يتم تقديم بعض التقديم المهني للشباب من القرى الفقيرة اللي هي ايه؟ نكمل بقى حياة كريمة حياة كريمة طيب نكمل طبعا جايب مصر تمام نكمل يتم تقديم بعض التقديم المهني للشباب من القرى التقديم كجزء من مساهمك طيب هين هو ترجم كلمة انشيات في خطأ يعني انشيات معناها مبادرة مش موساهمة لاني عندي كلمة موساهمة جاء من كونتروبيوت يساهم كونتروبيوشة لا طبعا خطأ ماشي في الوزيفة تتطلب اه هنا بردو اداني معنى قطع لا ده ان الوزيفة ايه؟ الوزيفة سيكيور سيكيور معنى هي يؤمن يعني يؤمن يعني تخلي لهم الدخل السابق مؤمن مفيش في خطورة انه يعني ما يبقاش موقع طيب يتم تقديم بعض التدريب التسقيفي لا هو التدريب مش تسقيفي موكيشنال معناها خرفي او مهن مش معنىها تسقيفي طيب الاختيار الاخير يتم تقديم بعض التدريب التسقيفي بردو اثر على الغلطة يجبها تاني الشباب من القرى الفقيرة كجزء من تعاقد لا هو مش تعاقد ولا حاجة هو ايه انشيات المبادرة وليس التعاقد نروح مع الثلاث جمل العربي اول جمل هو درقم اربعة يعزوا يعني يعزوا الجمل هنا هو ايه؟ يعزوا هنا هو كانوا بقول لك بيفترض يعني بيفترض كذا يعني هو بيقول ده سببه كذا كانوا كده يعني يعزوا كثير من الاقتصاديين ارتفاع الاسعار الاجتشع التجار الذين يسمونه الى الكسب السريع دون مراعاة الاحوال الاقتصادية للمستهلكي طيب الترجمة المناسبة لدينا في الجملة دي هي الحرف دي اه جملة فيه تمام هي اللي تناسب الصياغة بتاعتنا الخططة جملة يعني جملة قوية شوية من الجملة نادر عليها جملة جملة يعني طيب يعزوا كثير من الاقتصاديين ارتفاع الاسعار لجشع التجارد خليني لحد الحتة دي طيب هنا قال لك ايه لما جينا طبع العربي قال لك ايه بدأ بالفعل لكن انا في الجملة الانجلش هبدأ بالفعل الكثير من الاقتصاديين اللي هي دي اتريبيوت اها كلمة يعزني تمام كده كريد اللي هو جشع طيب نكمل الذين يسلوني للكاسب السريع دون مراعاة اللي هي كلمة وزود شايفها دون مراعاة احوال الاقتصادية انه يضعف الاعتبار دون مراعاة معناها انت ما بحطش في اعتبارك اللي هي الاحوال الاقتصادية للمستهلكين اللي هي تمام مني ايكوناميس تمام اتريبيوت تمام the rising prices to the humility اه لا احنا بقول ايه بقول جشع تمام طيب بعدها مني ايكوناميس اتريبيوت the rising prices to the greed of merchants who seek تمام كده تمام to make profits اه جابها without taking into account ماشي the economic conditions of producers البروديوسرز معناها المنتجين مش المستهلكين انا بقول المستهلكين طيب مني ايكوناميس contribute اه contribute معناها يسهم مش معناها يعز بدي برضو غلق نحرك الشاشة عشان نخلكم لخمسة هاي لزهرة قدامنا بتقول من اهم سماءات المدرس الجائد قدرة على تحكيز الطلاب على الاداء المبدع والانجاز الحقيقي واشاعة البهجة بينهم طيب الجملة المناسبة لنا في الحرف ب نخططها ونشوف هي ليه دقيقة وباقي الجمل غير دقيقة بتقول الجملة من اهم سماءات المدرس الجائد القدرة على تحفيز الطلاب الجملة بصراحة لو احن مش قادر يقسمها يعني طيب ماشي تحفيز الطلاب خلينا حدي حتة دي one of the most important characteristics شايف الحتة دي اللي هي من اهم سماء من اهم سماء واحدة من اهم سماء ترجمها الى one of الي من دي ترجمها الى one of تمام؟ من اهم سماءات المدرس الجائد one of the most important characteristics هاي characteristics دي هي كلمة سماء تمام؟ طيب ماشي بعدها of a good teacher is the ability to اللي هي القدرة على to motivate motivate اللي هي وخده هو كفعل لكن هي تحفيز الطلاب تمام كده؟ اللي هي students نكمل على الاداء المبدع create students creative performance الاداء المبدع والانجازة الحقيقة وش عذباجة بينهم performance and real achievement and to spread joy among them are in bad one of the most important characteristics ماشي is the ability to innovate كلمة innovate معناها يبدع مش معناها يحفز تمام؟ طيب one of the most important characteristics of a good teacher is the ability to motivate so it is creative performance جابها and factual كلمة factual انت كده بقى بترجم ترجمها ليه؟ لان كلمة factual اللي هي يقصد بيها انت عندك fictional اللي هو خيالي خيالي العلمي عكسها factual معناها واقعي تمام؟ واقعي مش حقيقي real الحاجة الحقيقية غير المزيفة ده اسم real لكن ما قدرتش يقولي factual تمام؟ one of the most important characteristics of a good teacher is the ability to motivated creative performance and re-liction نعم؟ طيب ها و بعدين َ نعم؟ and to prevail préивал يسود ده لعادل للظلم المحفة للكراهية. لكن سبريد ينتشر. مش معناها يسود دي حاجة او دي حاجة تاني خاصة. نتحرك مع الجملة اللي بعدها والجملة الرقاب ستة كده في الترجمة التالتة عربي لكنها سابتة اجمالا. التعليم ليس فقط وسيلة للحصول على فرص العمل وكتساب المعرفة. انما هو ايضا اهم طرق تشكيل شخصية ووعي الطلاب الذين سيصبحون مواضين المستقبل. ترجمة في حرف ايه هي الترجمة الدقيقة للجملة دي. تمام? نشوفها. الجملة طويلة شوية. التعليم ليس فقط وسيلة للحصول على فرص العمل واكتساب المعرفة واحطط لكم. اللي هي وسيلة لكزا. لحصول على فرص عمل واكتساب المعرفة كامل. وانما هو ايضا اهم طرق تشكيل شخصية ووعي الطلاب. اللي هي وإنما دي. but also. it is one of the most important ways اهم طرق of shaping. shaping معنى تشكيل. shaping the personality and awareness اللي هي وعي الطلاب الذين سلحون مواضين المستقبل. awareness of students who will become citizens of the future. طيب قارب ما? education isn't only a means to offer job. offer معنى يعرض. مش معنى يحصل غلط كده. education isn't only a mean غلط. ليه? لاني لازم يجب ان يكون فيها اس. الاس دي مش زيادة. يعني هنا هو ان نحط في الجملة اللي احنا عملناها صح. المينز دية تو معنىها وسيلة لي. مش الحرف الاس دي مش زيادة عشان كتشيله. education is only انت كده اثبت الجملة وهي ايه? وهي منفاة. تروح مع السؤال الخير اللي جاي على وهو ان انت هتكتب لنا ست ست ستور. طيب على ايه يا عم الست ستور? يجب على المعلمين ان هم يستردهموا السوشيال ميديا عشان يتواصلوا مع الطلبة بتوحهم. طب انت موافق الكلام ده? لو موافق ماشي مش موافق براحتك. المهم ايه? لو انت موافق على التواصل ما بين المعلمين وطلبتهم على السوشيال ميديا اقول لنا اه والله هنموافق لاني ده هيخلي المعلمين يقدروا تابعوا الطلبة بتاعتهم ويغلل الطلبة يسألوا زي ما هم عايزين في اي وقت مش متحرجين من انه لا ده الوقتي طب اروح للفاصل ازاي? طب لكن مع السوشيال ميديا الكلام ده هيكون اسف. ليش باكم انتهد? تدي بات السكيلز كان جابها لك جمع امشين الابع عشرين على الوحدة الاولى كنت تدي باتنا معك لم تنتهي بعد. فنفكرك احنا برضو شغالين من المعاصمة انشان الابع عشرين نفس المنا. ان شاء الله انتظر لكم بزيط. مع معنى الخبير الوني زي بسرس عزت السلام وعليم وعليم وعليم.